أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من زعم بأن كلام الله مخلوق هل نحاجه بالآيات أم بالأحاديث أم بكليهما هل إيه؟ من زعم أن كلام الله مخلوق نعم هل نحاجه بالآيات أم بالأحاديث أم بكليهما مع كثرة القائلين والمتخبطين الذين عمت بهم البلوى في هذا الأمر نعم بالجميع بالآيات وبالأحاديث نحاجُه بكلام الله وبكلام رسوله لأن القرآن كبير وبإجماع الأمة التي يُعتدُّ بإجماع ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي نحته لهم أو صوره لهم السامري من الذهب قال الله جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لا يكلمهم دل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى وأن الذي لا يتكلم ليس هو الرب كيف يأمر ينهى وهما يتكلم يا سبحان الله كيف رب يأمر ينهى وهما يتكلم بماذا يأمر بماذا ينهى إذن نعم